السلام عليكم ومرحبا بحضراتكم في فيديو جديد على القناة ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن سرطان البروستاتا واللي معرفش البروستاتا هيبارة عن قدة صغيرة على شكل حبة الجوز عند الرجال بتنتج السائل المنوي اللي بيغزي وينقل الحيوانات المنوية بيعد سرطان البروستاتا احد اكتر انواع السرطان شيوعا بين الرجال عادة ما بينمو سرطان البروستاتا ببطء ويقتصر في البداية على قدة البروستاتا وفي الحالة دي ما بتسببش اضرار جسيمة مع ذلك بعض انواع سرطان البروستاتا بتنتقل الى اماكن اخرى وبتصبح اكثر عدوانية وممكن ان هي تنتشر بسرعة طبعا كلما اكتشفنا سرطان البروستاتا مبكرا وبيكون محصور في غدة البروستاتا بيكون عندنا فرصة افضل لعلاج ناجح من اعراض سرطان البروستاتا مشكلات في التبول وضعف قوت التدفق في مجرى البول ووجود دم في السائل المنوي وعدم الشعور بالراحة في منطقة الحوض كمان الم العظام وضعف الانتصاب اذا كان عندك علامات بتصير قلقك او عندك اعراض من دي لابد ان حضرتك تستشير الطبيب المعالج اسباب سرطان البروستاتا لغاية دلوقتي غير واضحة ولكن بيعلم الاطباء ان سرطان البروستاتا لما بيبدأ بيبدأ عندما تصبح بعض خلايا البروستاتا مشوهة وبتتسبب التفارط في الحمض النموي للخلايا المشوهة في نمو الخلايا وانقصامها على نحو اسرع من اللي بتتبع الخلايا الطبيعية وبتستمر الخلايا المشوهة في العيش بينما بتموت الخلايا الاخرى وبتكون الخلايا المشوهة مكونة ورم ممكن يتفشى للانسجة المجورة وممكن كمان تنفصل بعض الخلايا المشوهة وتنتشر وتنتقل الى اجزاء اخرى من الجسم من عوامل الخطر اللي بيزيد من خطر اصابتك بسرطان البروستاتا العمر لان كلما زاد العمر او تقدم العمر بك زاد خطر اصابتك بسرطان البروستاتا كمان العرق بيلعب دور كبير في زيادة خطر لاصابة بسرطان البروستاتا لان الرجال اصحاب البشرة السودة بيكونوا اكثر عرضة لاصابة بسرطان البروستاتا وكمان اكثر عرضة انهم يصابوا بسرطان البروستاتا اكتر عنفا او تقدما عن الاعراق الاخرى كمان اذا اصيب احد الرجال في عائلتك قبل كده بسرطان البروستاتا بترتفع نسبة خطر اصابتك انت كمان مش بس كده ده لو حصل تاريخ عائلي من الاصابة بسرطان السدي في العائلة بيزداد عندك خطر الاصابة كمان بسرطان البروستاتا السمنة بتلعب دور برضو لانها بتزود خطر الاصابة بحالات متقدمة من المرض وسرطان البروستاتا واللي بيصابوا بعلاجها من مضاعفات سرطان البروستاتا انتشار السرطان وانتقالوا زي ما قلنا للاعضاء المجورة لا ممكن ينتقل الى المسانة او عبر الدم بينتقل الى الجهاز اللي انفاوي الى عظامك او الى عضاء اخر كمان ممكن يسبب سرطان البروستاتا اللي بينتشر في العظام الشعور بالألم وتكسير العظام بعد انتشار سرطان البروستاتا مباشرة الى اماكن اخرى بالجسم وفي الحالة دي ربما بقى يظل يستجيب العلاج وربما تتم السيطرة عليه لكن شفاءه ما ببقاش سهل سلس البول كمان من ضم مضاعفات سرطان البروستاتا لان سرطان البروستاتا بيسبب حالة من سلس البول واللي مدى شدته ومدى احتمالية تطوره بتزيد مع الوقت وبتشمل خيارات العلاج الادوية والاسطرة والجرح كمان ضعف الانتصاب من مضاعفات سرطان البروستاتا وممكن بيحاولوا يتدخلوا ببعض الادوية او المضاقات اللي بتساعد على الانتصاب والجراحة لعلاج ضعف الانتصاب وعشان نحاق الوقاية من خطر الاصابة بسرطان البروستاتا في حال ما كنت معرض للاصابة بيها ننصحك ان انت تختار نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات لانه بيحتوي على العديد من الفيتامينات والمواد الغذائية اللي بتساهم في تحسين صحتك بشكل عام كمان تختار العطيمة الصحية بدلا من المكملات الغذائية للحفاظ على صحة الجسم ومستوى الفيتامينات في الجسم كمان ننصحك ان انت تمارس الرياضة على مدار الاسبوع لانهم وجدوا ان الرجال اللي ما بيمرسوش الرياضة اكتر عرضة للاصابة بسرطان البروستاتا عن الاشخاص اللي بيمرسوا الرياضة بانتظام ننصحك كمان انت تحافظ على وزنك صحي عن طريق ممارسة التمرين الرياضية وتقلل عدد السعرات الحرارية اللي بتتناولها يوميا كمان الرجال اللي معرضين للاصابة بخطر سرطان البروستاتا لابد من الحديث مع الطبيب المعالج لممكن يوصف لهم بعض الادوية لانهم وجدوا ان بعض الادوية بتقلل خطر الاصابة بسرطان البروستاتا زي مسبطات الفا فايف واللي بتقلل من الخطر الكل للاصابة بسرطان البروستاتا ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن طرق تشخيص ووسائل علاج سرطان البروستاتا فتابعونا اتمنى المعلومات البسيطة لديكم فتاة حضراتكم شكرا لحضراتكم والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة